الملك حمد بن عيسى قد بعث صاحب الجلالة الملك المفد برقية شكر وتقدير إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة فيما يلي نصها صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سرورنا ونحن نغادر أرضا المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أن نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لجلالتكم على ما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء والذي يجسد أصالتكم وشيمكم العربية ويعكس عمق العلاقات الآخوية الوطيدة بين بلدينا والحرص الدائمة على دفعها لآفاق أرحب بما يعزز مصالحنا المشتركة كما نتقدم إلى جلالتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما بدلتموه من جهود كبيرة في سبيل إنجاح القمة العربية الثامنة والعشرين وتعزيز أواصر التعاون والأخوة ووضع رؤية عربية مشتركة ومتكاملة للتغلب على ما تواجهه الأمة من مخاطر وتعزيز مكتسبات دولنا وشعوبنا في التنمية والتقدم وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من النماء والازدهار داعين الله العلي القدير أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الرخاء والاستقرار والأمن والأمان وأن يحفظكم ويديم على جلالتكم الصحة والسعادة ويوفقنا للعمل المشترك من أجل خير ورفاه دولنا وأمتنا العربية ودمتم بحفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين